نظام التأمين الاجتماعي برضو في العالم بتوجه دايماً لحيطة رفع السن رفع السن جاية منين؟ من القدرة على العمل القدرة على العمل إزاي؟ تحسن الصحة العامة بالنسبة للإنسان بصفة عامة تأرد طبعاً رفع السن بتاعه الافتراضي يعني السن بتاعه مفوضة للراجل بيعيش عندنا مثلاً 74 والمرأة 78 إحنا عندنا في التأمين الاجتماعي حالات بتصرف مع عشاد طيب أنا في النظام التأمين الاجتماعي أنا بطلع كم واحد مثلاً في المعاشات من الجهاز إداري للدولة بطلع مية وخمسين ألف واحد في السنة لو ضربت مية وخمسين ألف واحد دول في عشرين سنة هيطلعوا تلاتة مليون واحد يعني الموجودين حالياً النهاردة حوالي أقل من خمسة مش محصلين خمسة أقل من خمسة يعني أنت هتوصالي الفين الاربعين دي هيبقوا مثلاً اثنين مليون موظف في الجهاز الإداري وده أنت مستهدفها برضو أساس أن أنت عايزة ترشري العاملين في الجهاز الإداري للدولة فكرة برضو طب أنا دلوقت مجتمع شاب وعندي عايزة ناس تشتغل وكده إحنا هنبدأ في السن ده من ألفين اتنين وتلاتين هنرفع كل سنتين سنة يعني فيه فرصة برضو نخلبنا الاقتصاد المصري في تحسن إن شاء الله وفيه فرص عمل أفضل بالنسبة للشباب يعني الديني مش أفضل كده وانت بتكلمنا عن الحكومة والحكومة أصلاً يمكن وقفت تعينات إلا تعينات في المتخصصين بس أو ده كثرة مدرسين الحاجات محدودة بالنسبة لي عشان خدمة المجتمع يعني وبالتالي فكرة أنت بتعاين في الحكومة وضيعت فرصة على الناس التاني أصلاً ما بتعاينش في الحكومة أنت بتحاول أنت ترشد الموظفين اللي في الحكومة بحيث أن أنت تقدر تستخدم الموظفين أفضل استغلال ممكن يعني دي فكرة رفع السن يعني